تحية لكم تحية لمشاهدكم بالمبدأ نحن ضد أي تقييد أو منى لأي نشاط سياسي سلمي يجري في الداخل السورية وفي العاصمة دمشق يجب على النظام أن يقتنع بأن هذا الاسلوب الأمني لم يعد يفيد بعد كل ما جرى في سوريا هذه العقلية الأمنية التي سيطرت على البلد وكان لها الدور الأكبر في وصوله كما نعتقد إلى ما وصل إليه من كارثه يجب أن تتغير ويجب أن يكون هناك سقف مفتوح للحريات والعمل السياسي وخاصة أن هذه الجبهة أو القوى التي كانت تنوي المشاركة فيها تؤكد دائما أنها تنتهج العمل السياسي السلمي ولا تدعو إلى أي عنف أو لم يكن لها تاريخ باستخدام العنف في الداخل السوري وبالتالي هذه هي إجراءات غير مفهومة نعود إلى موضوع أهمية هذه الجبهة نحن لا نعتقد أو أنا لا أعتقد بأنها لها أهمية كبرى خاصة أن القوى التي ستشارك بهذه الجبهة هي تقريبا نفسها القوى المنضوي ضمن هيئة التنسيق يعني ليس هناك جديد حتى في تشكيل الجبهة وفي تسميتها هيئة التنسيق أو القوى كانت أعلنت منذ أكثر من ثلاث سنوات عن موضوع إقامة الجبهة الوطنية الديمقراطية جود طيب أستاذ سلمان نعم نتحدث عن أن نعم سلطات في سوريا ما زالت تمارس القمع الأمني ضد أي حركات تحررية وحزبية سياسية في سوريا إذن لماذا اختارت هذه الجبهة عفوا عقد مؤتمرها في دمشق وهي على علم ودراية بما تمارسه وبمنع السلطات من هكذا مؤتمرات وتشكيل أحزاب أو جبهات ضدها هذا السؤال الحقيقة هذا السؤال المطروح الهيئة التنسيق أو القوى التي كانت تشارك في هذه الجبهة تذري التعرف جيدا بأنه يمنع ممارسة أي نشاط سياسي أو اجتماعات سياسية إلا إذا حصلت على ترخيص مسبق إذا كانت تنوي فعلا إقامة هذه الجبهة أو عقد هذا المؤتمر لماذا لم تتقدم بطلب مسبق وأن تحصل على الترخيص وأن تعلن بأنها تقدمت ولم تحصل على الترخيص أو حصلت على الترخيص حقيقة ما أنا أستغرب موقف الأخوي الذين كانوا ينوون عقد هذا المؤتمر لماذا لم يتقدموا بطلب إذا لم يكن يعيشون بعاصمة النظام كما يقولون وبحكم الأمر الواقع هم يعترفون ويخضعون للنظام الموجود وبالتالي كان يفترض أن يتقدموا بترخيص أو أن يعقدوا هذا المؤتمر خارج سوريا نعم أو لم يكن سيد سلمان يعني وأنا أتوقع نعم أنا كنت أتوقع بأنه سيتم منعهم من القيام لذلك إذا لم يكن قد حصلوا على الترخيص مسبق وأنا سمعت تصريحات عدد منهم قالوا بأنهم لم يتقدموا لم يحصلوا على الترخيص حتى الآن وأنهم حددوا موعد ودعوا عدد من السفراء للحضور ربما كانوا يعتقدون بأن مجرد حضور عدد من السفراء وخاصة سفير روسي سيعطيهم نوع من الضماني طيب سلمان تتساءل حضرتك أنه لماذا لم يؤقد خارج سوريا لم أفهم ولكن نعم هل من الممكن الآن بعد فشل عقده في دمشق أن يمكن أن يؤقد هذا المؤتمر في سوريا ولكن خارج مناطق سيطرة الحكومة وليس خارج سوريا أنا أعتقد أن الحكومة بهذا الإجراءة قد أعطت بصداقية وأعطت أهمية أكبر من حجمي الحقيقة لهذا المؤتمر هذا المنع وهذه الإجراءات أعطت أهمية أكبر للمؤتمر وللقوى المشاركة فيه ولهاية التنسيق هذه التنسيق نعرف جيدا أنها قد تعرضت لكثير من الانسحابات والانشفاقات وخرجت منها كثير من القوى السياسية ومن الشخصيات الفاعلي الآن هذا المنع أعطيت التنسيق مصداقي جديد عاد تأهيلها حتى التغطية الإعلامية الواسعة وكلنا يعني كل الإعلام بدأ يتكلم عن هذا الموضوع أنا ربما ربما لا أستطيع أن أخمي لكن ربما كانت هذه الحركة مقصودة لإعادة تأهيل هذه القوى وعطائها أكبر من حجمها الطبيعي على الشارع على الأرض ندرك جيدا ونعرف الحجم الحقيقي لهذه القوى السياسية لكن نحن أعود وأقول بالمبدأ نحن ضد أي تقييد هذا الإجراء مرفوض نحن نستنكر هذا الإجراء اليوم نحن مع حرية العمل السياسي لكل القوى السياسية وأن تأخذ حرية كاملة في العمل والنشاط ضمن أراضي سوريا كلها أشكرك جزيلا شكرا أستاذ سلمان شبيب رئيس حزب سوريا أولا كنت معنا مباشرة من حمص